اشتركوا في القناة رهانات وتحديات ومعيقات المشاركة في الانتخابات اهلا بكم مجددا هذه الحلقة الليلة نخصصها للحديث عن قيود الترشح للانتخابات الفلسطينية وامال الشباب والمرأة بالتغيير ففي ظل التعديلات القانونية التي جرت على قانون الانتخابات والنظام الانتخابي الفلسطيني تم فرض قيود اضافية على الترشح لم تكن موجودة في اي من قوانين الانتخابات السابقة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني اصدرت ورقة موقف تنتقد بعض بنود النظام الانتخابي موضحة ان القانون اشترط على اعضاء المجلس التشريعي الذين يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية الاستقالة من مناصبهم رغم ان عضو المجلس التشريعي ليس موظفا رسميا في الحكومة وانما هو منتخب يرغب في التنافس على منصب منتخب اخر ومن بين المآخذ القانونية المادة الثامنة والتي تفرض على الموظفين العموميين تقديم استقالاتهم وارفاق قبولها ضمن طلبات الترشح ويبلغ عدد هؤلاء نحو 177 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي هذه الحالة يمكن التضييق على الموظفين غير المرغوب في ترشحهم إما برفض الاستقالة أو تأخير البت لما بعد موعد الترشح كما يحرم القانون ترشح أكثر من 880 ألفا ممن يحق لهم الاقتراع من الترشح لعضوية المجلس التشريعي لصغر السن إذ حدد القانون سن المترشح 28 عاما على الأقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم في هذا الحوار المفتوح على الهواء مباشرة ونخصصه للحديث عن الجوانب القانونية والقيود على الترشح وآمال الشباب والمرأة والاستعداد للانتخابات رحبوا بضيوفي من غزة المفوض العام وهي الاستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين السيد إصام يونس ومن رمالة مديرة مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن ومن نابلس رئيس مجلس إدارة مؤسسة قامات أنس الأسطى ومن الخليل الناشط الحقوقي ومؤسس تجمع شباب ضد الاستيطان عيسى عمر ومن غزة الكاتبة والباحثة نيروز قرموت أهلا بكم جميعا في هذه الحلقة من برنامج مدار الغد أبدأ معك سيد يونس ضيفنا من غزة بنظرة قانونية كيف رصدتم التعديلات على قانون الانتخابات تحديدا المادة الثامنة والمادة الثامنة والعشرين كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان الأصل في الانتخابات هو تمكين عموم المواطنين من المشاركة بحرية وبفعالية ما وضع القانون من قيود وأنا أسميها قيود باعتبار أنها شروط وضعها إن كان ما هو متعلق بالاستقالة والأمر الثاني المتعلق بالرسوم المشاركة الانتخابية وبدل تأمين والموضوع الثالث مرتبط بسن الترشح فيما يتعلق بسن الترشح أولا عندما يقرر القانون والفقه الدولي بأن من يبلغ من العمر 18 عاما هو يستطيع أن يدير شؤونه ويدير شؤون ما بعد ذاته يستطيع هو مؤهل لأن يكون جزء من الجيش جزء من الحالة النظامية في المجتمع وبالتالي هو قادر على اتخاذ القرار هناك حرمان لقطاع واسع يطال الشباب بتحديد سن الترشح للانتخابات في 28 عام هذه نقطة فيها عوار واضح نحن نرى بأنها لا تستقيم والمنطق لا تستقيم والعقل لا تستقيم وما استقر عليه الفقه الدولي والتجارب المقارنة يعني بعمل مقاربة سريعة مع معظم الأنظمة الانتخابية بغالبها في العالم تتجه إلى تخفيض سن الترشح إلى 23 وما دون 23 هناك من يتولون مراكز سيادية قيادية في بعض الدول وزراء خارجية وزراء الدفاع بسن لا يتجاوز 23 عام وبالتالي لا يوجد معنى ولا منطق في عدم السماح لمشاركة الشباب هذا أولا وثانيا غالبية التكوين العمري للسكان الفلسطيني 60% منهم هم أقل من 30 عام وبالتالي هل يعقل أن يحرم السواد الأعظم من السكان والإبقاء على النخبة التي تحكم الآن وتعيد إنتاج نفس الحالة المأساوية القائمة أنا أعتقد أن الوضع لم يعد مقبول الانتخابات أحد أهم متطلباتها هي ضخ الحيوية إلى النظام السياسي ضخ الدم الجديد إلى النظام السياسي بالإبقاء على الشرط أو بتحديد 28 نعم أعتقد أنه فيه عوار كبير ويجب إلغاءه وتعديله فورا هل ذلك مقصود؟ أولا الاستقالة من جهة قبول الاستقالة وثانيا عدم قبول الاستقالة بالتالي من يود الترشع عليه التقدم باستقالة لماذا؟ ما هو السبب خلف بعض الأعمال التي لا تشترط ولا تتطلب أبدا من عضو مجلس تشريعي الاستقالة أستاذ في جامعة يعني هو يخذ معركة انتخابية عندما يتولى عندما يعني ينال حظه في النجاح في الانتخابات يعني يمكن عندها تقديم استقالته ولكن خلال فترة الترشع والدعاية الانتخابية لا يوجد منطق في ذلك لأنه سوف يحرم كثيرين أمام ما تتحدث به سيد يونس يعني هل هذه الإجراءات القانونية بمرسوم من قبل الرئيس مقصود منها الحرمان بالفعل لشريحة كبيرة من الفلسطينيين من التوجه للمشاركة سواء كان بالتصويت أو بالترشح في الانتخابات المقبلة أم أن الأمر ربما لا يتجاوز هذه النقطة؟ بما أزال عن النواية باي ديفولت هناك حقيقة واقعة بأنه سوف يتم حرمان عدد كبير جدا من الموظفين العموميين والموظفين في القطاع الخاص والموظفين في الجامعات وفي البجتمع المدني من الترشح للانتخابات لأن المقايضة بين الخوف الإنساني على مصدر الدخل في حالة الفشل أو عدم الحصول على أغلبية المصول إلى البرلمان وبين المشاركة في الحياة الفاعلة والذي يجب أن يحمى وأن يوفر له احترام خاص المشاركة في إدارة الشؤون العامة من خلال توفير الشروط والأسباب والظروف المنائمة للمشاركة الفاعلة في تلك الانتخابات تصويتا وترشيحا حرمان قطاع كبير من موظفي الخدمة العمومية ويتم حرمانهم بعدم قبل استقالاتهم على سبيل المثال ليس فقط أن التقدم بالاستقالة هو فرض عين ولكن في غالب الأحوال قد يحرم أو هناك ما يمكن أن يؤسس إلى حرمان من يطلب الاستقالة من الحصول عليها لأسباب مختلفة قد تكون ذات دوافع سياسية وبالتالي يتم حرمان المواطن في حقه الأصيل الذي كفله له القانون الأساسي إذن هناك حق للمشاركة في الحياة السياسية وفق ما كفله القانون الأساسي لسيد يونس نعم وضحت الفكرة نتقل لضيفتنا من رمالة السيدة وفاء عبد الرحمن سيدة عبد الرحمن كثيرة هي الشعارات التي ترفع المرأة نصف المجتمع المرأة نصف البرتقالة المرأة أم الشهيد وزوجة الأسير وإلى غيرها من المصالحات الفلسطينية لكن اليوم المرأة والقانون الانتخابي هل هذا القانون أنصف المرأة الفلسطينية في تعاطيها مع الحالة الديمقراطية من حيث المشاركة في الانتخابات؟ أعتقد أن الأصح في توصيف حال المرأة هذه الأيام أنها النصف غير المرئي الحقيقة قبل الحديث عن شروط الترشح إلى آخره البيئة الحاضنة لهذه الشروط والبيئة الحاضنة للانتخابات إن جاءت الانتخابات يعني خذ نموذجا الحوارات التي عقدت في القاهرة كم امرأة شاركت بها؟ كم شاب شارك بها؟ أنا سأدع الشباب يتحدثون عن أوضاعهم ولكن على الأقل أتحدث عن النساء النساء لم يشاركنا لا في صناعة قرار متعلق بالإنهاء الانقسام ولا المصالحة ولا الاتفاق الأخير الذي قامت قدمته الفصائل ووقعت عليه وصدرت البيان هذا أولا وثانيا أيضا غبنا كنساء عن الحوارات وبين قوسين المؤامرات لتشكيل القوائم يعني نحن ندعى دعوة في هذا الوطن كأننا ضيفات ولسنا مواطنات أصيلات في هذا البلد لذا لا نشارك الحقيقة تحاول كل قائمة انتخابية أن تستجيب للقانون غير المنصف للنساء يتحدث عن 25 إلى 26% تمثيل في القوائم إذن تشكل القوائم وتوضع البرامج ثم تدعى النساء ليملأنا بعض المقاعد هنا وهناك استكمالا لشرط انتخابي إذن الحالة ككل هي حالة طاردة للنساء ما تحدث عنه العزيز عصام يونس حاول مثلا موضوع الاستقالة وموضوع تكلفة أو رسوم التسجيل هذا عبئ مضاعف على النساء في مكان نتحدث فيه أن النساء وإشغالهن للعمل لا يتجاوز 16% إذن ومن جانب آخر مطلوب من هذه النساء أن تستقيل كي تتقدم وتترشح هذا من جهة مطلوب من النساء أن تساهم في توفير هذا المبلغ الكبير هنا يتعرضنا لذات الاتهاد نعم سيد عبد الرحمن من حيث الإقصاء ومن حيث الحقيقة كما قلت نحن غير مرئيات في هذا النظام السياسي إذن أنت تصف المرأة غير مرئية في النظام السياسي الفلسطيني الحالي ولكن في إشارة إلى ما يتم ذكره أنتقل للسيد أنس الأسطى ضيفنا من نابلو السيد أنس واقع إذن ما بين بخفيد صن الترشح والمطالبة بذلك في المقابل المرأة الفلسطينية تحدثت نتحدث الآن عن الشباب الفلسطيني ما الواقع أمام التجهيز للانتخابات وهناك حرمان لأكثر من 31% من الترشح للانتخابات التشريعية وأيضا قرابة 63% حرموا أيضا بفعل هذا القانون من الترشح للانتخابات الرئاسية يعني بداية تحياتي لك ولجحيع ضيوفك الكرام وأنا أؤكد على ما تحدث به الأخ عصام والأخت وفاء بما تحدثوا به سواء عن الأمور القانونية أو عن النساء في هذا الموضوع ولكن الشباب بصراحة ربما لديهم الكثير الكثير من الأمور والمعيقات التي تعيق عليهم الدخول في سواء الانتخابات كمترشحين خاصة وأن سن الترشح 28 عام خلال هاي المدة التي لم ينتخب ممكن من سنتي التسعين يعني أنا موليد سنت 1990 لم أنتخب في حياتي ولا مرة لم أضع إصبعي في الحبر للانتخابات وأتوق شوقا ممكن من عشر سنوات وأنا أنتظر هاي اللحظة اللي ممكن أني أشارك فيها في الانتخابات نصطدم بواقع بصراحة واقع العمر أولا لأنه أغلب الزملاء وأغلب الأصدقاؤهم أقل ممكن من 28 عام وأغلبهم في مواقع قيادية في مناطقهم ويحق لهم أنهم يمارسوا هذا الحق في الترشح هذا رقم واحد رقم اثنين المبالغ التي فرضتها لجنة الانتخابات من 20 ألف دولار أين يمكن للشباب أو قائمة شبابية أن تجمع 20 ألف دولار لكي تدخل هذا الموضوع والأهم وبكل هذا الأمور أن هناك يعني عسوف من الشباب نتيجة لأنه يجب عليها أن يقدم استقالته يجب عليها أن يجمع ما تحدثنا عن هذا بعيدا عن الآلاف الآلاف المؤلفة من الشباب الذين لم يكونوا ضمن هذا النطاق في الانتخابات خلال الفترة ابقى معنا سيد أناس أتقل للسيد عيسى عمر من الخليل سيد عيسى تابعت مقاله الضيوف من غزة وأيضا من رمالة ونابلس الخليل اليوم كان هناك وقفة أمام محكمة البداية للحديث عن التجاوزات التي حصلت مؤخرا في منطقة قلقس وتغيير بعض المناطق للأسماء التي سجلت الانتخابات من الذي دفع بهؤلاء من أجل تغيير الأماكن وهل بالفعل هناك من يريد أن يحيد مشاركة الشباب الفاعل في الضفة الغربية طبعا أنا بثني على جميع ما قيل من الأخوات المشاركين والمشاركات نحن كشباب وكنشطاء وكمرأة فلسطينية نتعرض لعملية تهميش وعملية قمع ويريدون إسكات أي صوت فلسطيني شاب سواء لفتاة أو شاب فلسطيني قبل أن يكون عليه إجماع من الشباب الفلسطيني اليوم توجهنا أمام النيابة العامة للاحتجاج على سكوت النيابة العامة على عملية تزوير وتخريب السجل الانتخابي من قبل فئة متنفذة قاموا بنقل الكثير من الشباب والكثير من الأخوات من مراكز المدن إلى المناطق البعيدة وعلى الرغم أن لجنة الانتخابات المركزية تجاوبت معنا واكتشفت هذا التجاوز وتقديم كل التفاصيل والمعلومات الكافية لاعتقال هؤلاء المجرمين وطنيا وأخلاقيا وأيضا انتخابيا للنائب العام ولكن حتى الآن نائب العام لم يقم بأي عملية تحقيق أو اعتقال لأي أحد أو محاسبة شركة الاتصالات التي قامت بهذه العملية المخزية والتي يعني تعطي مؤشرات سلبية للمجتمع الفلسطيني بأن الانتخابات ممكن أن يكون هناك تجاوزات أكبر بما أنه المجرم الذي يعني قام بهذا الانتهاك ما زال حرا طليق بالنسبة للشباب والمرأة الفلسطينية أنا بحكي إليك إياها بكل وضوح وبكل صراحة نحن كشباب نشعر بالإحباط من هذا النظام السياسي الذي يعني شاخة وكبرة وأرم ليس فقط على الانتخابات التشريعية وإنما على التوظيفات على الترقيات على الأمناء العامون للفصائل الذي يبقى 30 عاما في نفس الموقع على رئيس فلسطين الذي له يعني 30 سنة في نفس الموقع أو على رئيس المجلس الوطني الذي يعني للأسف الشديد يعني لا نعرف كم عمره وماذا يفعل مسؤول الشباب في يعني منظمة التحرير عمره 75 سنة متوسط أعمار القيادة يزيد عن 70 عام ومتوسط أعمار الشعب الفلسطيني 21 عام والمشاركة في الانتخابات التشريعية لدى الشباب الآن يعني هي تقريبا مهم شبه مستحيل أنا حاول يعني أن أجمع الشباب وأششعهم على الانتخاب والمشاركة ولكن لديهم إحباط كبير جدا يقولون أننا لسنا ممثلين لا يوجد من يمثلنا لا يوجد من يسمع حمومنا نسبة البطالة بين الخرجين تزيد عن 50% نسبة يعني الحد الأدنى للأجور نعم سيد عيسى رسوم رسوم تسجيل قائمة انتخابية 10 ألاف دولار ويعني مئات الألاف من الدولارات تخوض حالة إحباط وحالة فوضى ونظام سياسي يعني مجرم بحق الشباب وبحق البرأة بهذه النقطة انتقل لنيروز قرموت من غزة نيروز هناك حالة إحباط في الضفة كما تابعنا من ضيفنا من الخليل لكن ماذا عن غزة؟ ماذا يريد الشباب؟ وماذا تريد المرأة الفلسطينية في قطاع غزة؟ خلال سنوات مضت هم الأكثر تضررا بفعل الانقسام الفلسطيني الحاصل منذ 15 عاما وأيضا هناك تحديات للمشاركة بزيادة الكوتة النسائية حسب تصريحات طبعا لجنة الانتخابات بأنه 26% يمكن أن تدخل في هذا السباق الانتخابي مساء الخير للجميع وأثني على ما تقدم به الزملاء من شرح للوضع الذي يتعرض له الفلسطينيون في الداخل ومحاولتهم الحثيثة رغم كل اعتراضات على كيفية التي تم بها إعلان المثاق الانتخابات إلا أنهم يريدون أن يشاركون السؤال يقع هنا لماذا يريد الشعب الفلسطيني المشارك في هذه الانتخابات ومعتراضه على الأداء الذي طرح من خلال هذا المثاق العملية الديمقراطية هي عملية متكاملة متكاملة الأركان المعطيات ومن ثم الإنجازات المعطيات في العملية الديمقراطية هي ناقصة تماما من خلال الأداء على الأرض سواء من ناحية القانونية أو من ناحية منظومة الأمان الاجتماعي الذي نلاحظ أنها تضرب سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة من خلال أن لا توف أنت كعملية انتخابية يمثل عدد أكبر منها الشباب الشباب هنا هم من يعطون اللحن لهذه العملية اللحن العقل العقل الديمقراطي التجديد في هذا العقل كيف يستطيع هذا الشباب أن يعطي هذا اللحن هذا يتم من خلال القوانين إذن أنت كنت قد فعلت عملية فرز بالمعطيات وعملية توجيه مستمرة من خلال التضييق على عدد المشاركة من الشباب هنا أريد أن أضيف أو أشير إلى نقطة أن كثير من الشباب في وضع غزة المأساوي هو أساسا خارج الوطن هو الآن يعاني من هجرة في الشتات ولكنه يحاول حتى وإن كان في الشتات المحاولة في العملية الانتخابية لربما هم يراقبون ما يحدث على أرض الواقع هنا أكثر مما يراقب السكان الوضع هو مأساوي من الناحية الديمقراطية لأن هناك عدم شفافية أو هناك عدم مستاقية بالطرح السؤال الواضح ما الذي يريده الشباب وتريد المرأة من هذه الانتخابات؟ المرأة الفلسطينية لها الحق الأكبر في أن تمثل نفسها في هذه الانتخابات من خلال رفع الكوتة نحن لا نريد فقط أن نحشد مرأة غير فاعلة نحن كمرأة فلسطينية نريد المرأة الفاعلة في مكانها الفاعل المكان الفاعل من خلال صنع القرار من خلال أن تكون هناك لها مشاركة في سن التشريع من خلال أن تعرض وجهة نظرها إيزاء قضايا اجتماعية مختلفة ومتنوعة في الشارع الفلسطيني ونحن في أمس الحاجة لهذا التجديد الشباب هنا يحاول أن يرمز لعملية تجديدية في السلوك السياسي والديمقراطي أنه كما يريد أن يكون هناك مسار تحرري باتجاه أن نتوصل إلى تقرير حق المصير وحقوقنا في الجانب السياسي إلا أنه يركز تماما على البناء الديمقراطي وبناء تحرر الإنسان الإنسان الأساس نحن نريد بناء الإنسان الإنسان هو القضية إن ما حررنا الإنسان من كل القيود سنصل إلى أرض محررة هذه هي المنظومة التي ينظر من خلالها الإنسان الفلسطيني وهنا إن كان شاب أو امرأة سيان نحن نراعي النوع الاجتماعي ولكننا نتحدث على أنهم هم من يشكلون العدد الأكبر من الفئات المهمشة ولكن نحن نريد العدالة للجميع المهم أن نصل إلى المواطنة العدالة والمساواة الكاملة ابقي معنا نيروز أنتقل مجدداً لسيد يونس سيد يونس إذن هذه جولة ربما ما بين قطاع غزة وضفة الغربية نستطلع فيها آراء الضيوف في الانتخابات المقبلة هل ستشكل هذه الحالة برأيكم أمام ما تحدث به الضيوف من جهة أخرى الإجراءات على الأرض وقانون الانتخابات المعدل هل ستشكل حافز من أجل المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات أم أن حالة الإحباط واليأس ستؤثر على المشاركة وبالتالي على النتائج يعني المتأمل في المشهد يخلص بالنتيجة بأنه لا خيار أمام الفلسطينيين الآن سوى إعادة الاعتبار إلى نظامهم السياسي الذي تعرض إلى الاهتزاز والتآكل والتفتيت تفتيت طال مختلف مكونات المجتمع الجغرافية والديموغرافية والنظام السياسي ونحن أمام حقيقة وقحة اكتمال ملامح نظامين سياسيين أحدهما في الضفة الغربية والآخر في قطاع غزة لشعب تحت احتلال لا زال أبعد مما يتصور الجميع أن الوصول إلى حقوقه المشروعة وأهمها حقه في تقرير مصير وبالتالي نحن أمام لحظة الحقيقة التي تستوجب التأمل في ما ترك الانقسام من أثار كارثية على الشعب الفلسطيني من محاولة تفكيك العقد الاجتماعي من ما ترك من أثار وحقائق يبدو أنه لا رجعت عنها لا أود اشترار الماضي ولكن لنظر إلى المستقبل أعتقد أن نسبة التصويت إذا اعتبرناها مؤشرا على حيوية المواطنين وحيوية الحالة القائمة والرقبة في الخلاص من هذا الوضع المأساوي الذي طال مختلف مناحي حياة الفلسطينيين نسبة التصويت عالية جدا حتى في مناطق تصل إلى أكثر من 90% كرفح على سبيل المثال وبالتالي المشاركة في التسجيل أصبحت حقيقة تؤكد على أنه المواطنون يودون المشاركة بفعالية لوضع حد لما ترك الانقسام من أثام الانتخابات في النهاية هي أصبحت متطلب ضروري وهي ممر إجباري ونحن بعكس العالم العالم يبتدئ من البداية هناك دائما هناك أزمات في كل العالم في مناطق نزاعات هناك أزمات قد تكون أكثر تعقيدا مما يمر به الفلسطينيين لكنهم صاروا خطوة خطوة فككوا الأزمات وصولا إلى الاحتكام إلى الشعب الانتخابات نحن بدينا من النهاية انتخابات ثم سنذهب إلى تفكيك الأزمات آمل أن تكون هناك إرادة سياسية للإستمرار لأن الانتخابات ليست بذاتها الانتخابات مطلوبة وضرورية وأنا أدعو كل المواطنين للمشاركة بفعالية ويجب أن يمكن المواطن تصويتا وترشيحا والترشيح هنا يعني إزالة كل المعيقات التي تحول دون مشاركة القطاع الأوسع من المواطنين من الشباب والنساء بالمشاركة بالتصويت والترشيح وضمان التمثيل وأنا أعتقد الموضوع نحن أمام حالة سوف تعيد إنتاج إذا بقيت على ما هي عليه تعيد إنتاج الحالة القائمة المأساوية وتعيد إنتاج هذا النادي المغلق من النظام السياسي الذي لا يتيح مشاركة آخرين به إذا لم تكن الانتخابات تؤدي إلى تفكيك هذه الأزمة وضمان مشاركة فاعلة للمكون الأساسي للمجتمع الفلسطيني من شباب يشكلون أكثر من 60% من أقل من 30 سنة والنساء هنا نصف المجتمع المجتمع لا يمن على النساء بضمان المشاركة الفاعلة تصويتا وترشيحا نعم بهذه النقطة دعني أنتقل لسيدة وفاق كمجتمع بمختلف مكوناته أن ندفع بهذا الاتجاه الآن لا أحد إذن يمن على المرأة الفلسطينية بحقوقها التي نص عليها القانون ولكن سيدة عبد الرحمن قلت أن المرأة الفلسطينية النصف غير المرئي كيف يمكن للقيادة الفلسطينية وللمشرع الفلسطيني أن تكون المرأة في هذه المرحلة مرئية وفاعلة ولها دور في الحياة السياسية يعني في الانتخابات نتحول إلى شيء جميل يتغذل به الجميع ويطلب وده من أجل الترشح المسألة ليست في الانتخابات الحقيقة إنما المسألة إن أردنا إعادة الاعتبار للحالة النسوية وللحركة النسوية لها علاقة بالتجاوب مع المطالب الحركة النسوية الطويلة الأمد حين ينص قرار من قرارات المجلس المركزي 2015 على تمثيل النساء بحد أدنى 30% سأوضح لماذا نطالب بحد أدنى 30 وليس أقل من 30 يعني 25 لا تصلح 20 لا تصلح 30 هي جزء معطل يعني إن كنت تمتلك 30 مقعدا في أي مجلس مهما كان أنت تستطيع أن تعطل وتعترض وأن تؤثر الحد الأدنى للتأثير هو نسبة 30% أقل من ذلك هذا ليس إلا تمثيلا شكلانيا ولن يؤثر ألبتا هذا من جهة التمثيل أنا مع الكوتا ومع زيادة الكوتا ومع وجود الكوتا في كل المواقع لصناعة القرار لأنه بصراحة مجتمعنا ليس سويسرا وليس السويد وثانيا وجهة نظر النساء أحيانا أنظر للأمر ليس مهما أن أكون على الطاولة أنا يهمني مثلا أن يكون عيسى عمر على الطاولة وأدرك تماما وأثق تماما أن عيسى سيحمل صوتي ووجهة نظري الفكرة ليست الوجود الفيزيائي للنساء ولكن وجهة النظر النسوية النساء لهن وجهة نظر في كل النظام السياسي في كل العمليات المتعلقة بالمصالحة وبالمفاوضات بقضية الرباعية وقد صدرنا وتحدثنا وضغطنا النساء هن الوحيدات يعني التجمع أو التكوين الفلسطيني الوحيد الذي استمر في الخروج تحديدا في قطاع غزة وكل الاحترام للنساء في قطاع غزة خرجنا بشكل أسبوعي ضد الانقسام لم يخرج أي مكون آخر كما فعلت النساء وفي النهاية طلب منهن أن يعدنا إلى مقاعدهن تماما كما حدث عندما جاءت السلطة طلب من النساء أن يعدنا إلى البيوت وإذن من يحصد ثمار كل التعب الذي تقدمه النساء هم أشخاص آخرين ما أود أن أختم به هو الفكرة ليست فقط التمثيل العددي ولكن وجهة النظر إن حملها شاب أحناً وسهلاً بالعكس كل الاحترام والدعم إن حملها شخص آخر نكون ممنونات وسعيدات بقي معنا أيضاً ضيوفنا ابقوا معنا سنذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم من واصل هذا الحوار المفتوح من برنامج مدار الغد أهلاً بكم مجدداً في مدار الغد سألنا عينة من الشباب والمرأة في غزة عن نظرتهم للانتخابات والقيود والعقبات التي تحول دون مشاركتهم في العملية الديمقراطية فكانت الإجابة كما سنتابع يعني الشباب الفلسطيني دفع ضريبة عالية خلال 15 عام من القسام السياسي الفلسطيني منها ارتفاع عداد البطالة والفقر وعداد الخرجين العطلين على العمل وبالتالي هناك عوائق عديد تحيل دون تمكنهم من تشكيل قائمة شبابية مستقلة أهمها العائد المادي وعدم قدرتهم على دفع التكاليف العالية للجنة الانتخابات والدعاية الانتخابية وجود الشباب والمرأة في مراكز صنع القرار وخاصة عبر العملية الانتخابية الديمقراطية قد يعطي فرصة جيدة لإحداث تغيير في المجتمع الفلسطيني والنهوض بالقضية الفلسطينية بالمجمل قضاياها على الصعيد المحلي والدولي والعربي وأيضا حل مشاكل الشباب لأنه ما بيعرف مشاكل الشباب إلا الشباب أنفسهم والنساء أنفسهم فبالتالي وجودهم في مراكز صنع القرار وعبر بوابة الانتخابات شيء جيد طبعا لازم يكون فيه دول الشباب والمرأة بالترشح بالمجلس التشريعي لأن المرأة هي بتعبر عن المرأة والشباب هو اللي بعبر عن جيل الشباب يعني ما بيقدر شخص عمره 60-70 سنة في المجلس التشريع يعبر عنه كشباب أو يعبر عن المرأة فلازم يكون شخص منا وفينا زي ما بيحكوا يكون في المجلس التشريع يعبر عنه أول شيء الوضع الاقتصادي اللي احنا بنعيش فيه تمام ثاني شيء السن أنهم حطين سن محدد فأنا السن مش مناسب يعني أتقدم للتشريع فهم حطين سن ما فوق الـ 25 تقريبا فأنا السن أصغر منها الأمل لربما يكون موجود خلال المرحلة القادمة نتمنى أن يكون أن تزول هذه العوائق نتمنى أن يكون هناك استراتيجية وطنية يتم من خلالها انتشال الشباب وانتشال المرأة في ظل هذه الظروف من الواقع المؤساوي الذي يعيشونا خلينا نشوف الـ 14 سنة الثانية من عمرنا بخير خلينا نحلم في أمال وطموح وعننا حاجات كثيرة نحن بنتمنىها أهلا بكم مجددا معنا في هذا الحوار المفتوح وأجدد الترحاب بضيوفي من نابلس ورامالله والخليل وغزة أيضا أنتقل لك سيد أنس هذه الكلمات من الشباب الفلسطيني في قطاع غزة ربما لا تختلف كثيرا حسب كثيرين بالنسبة لضفة الغربية متوسط الأعمار لأعضاء أهم أربعة مراكز سياسية فلسطينية هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اللجنة المركزية لحركة فتح أيضا مجلس الوزراء الفلسطيني والمكتب السياسي لحركة حماس يبلغ ما يقارب 63 عاما متوسط الأعمار في هذه المراكز الأربعة الواضح ربما سيد أنس أن الشباب في الخيال السياسي الفلسطيني ليسوا الشباب وفق المقياس السكاني ما دلال ذلك؟ يعني بالتأكيد أولا وربما لو كان متوسط الأعمار كما قلت وهناك إنجاز على أرض الواقع والله يعني إحنا كشباب ممكن نكون مش زعلانين ولكن أنا بحكي لك وبأكد على كل الكلام اللي سمعناه من الشباب في غزة وهو نفس الكلام اللي بنسمعه من الشباب في الضفة يعني بأنه هناك استبعاد بشكل كامل للشباب ولغير الشباب المرأة كذلك الأمر ولكن يعني اجتماع القاهرة إذا عدنا إلى أيام إلى الوراء نرى أنه استبعد بشكل كامل الفئتان هؤلاء وذهب إلى تفصيل ما يريدونه من فصائل وأحزاب كما يريدون للأمور أن تذهب لمخرجاتها يعني إذا نظرنا أيضا إلى موضوع المرسوم الرئيس الأخير بخصوص الحريات قبل أيام كان في اجتماع القاهرة مخرجات عدة للنقاش فيها منها سن الترشح وكوتة المرأة وعدد من الأمور التي نتطلع إليها نحن كشباب إلى معالجتها إلى الآن لم يتم ذكرها أبدا يعني من بعد اجتماع القاهرة لغاية الآن لم يتم ذكرها وهناك عدة أسباب أهمها أن الفصائل الكبيرة التي يمكنها أن تكون مسيطرة على المشهد في الساحة الفلسطينية لديها الإمكانيات في هذا الموضوع وأيضا هم يعلمون من سيضعون في القوائم الانتخابية لديهم سواء بالأعمار وعدم مشاركة الشباب ممكن بفئة قليلة أو على مقاسهم في هذا الموضوع ففعليا يجب معالجة الموضوع ويجب أن يكون هناك ضغط ولوبي كامل على لجنة الانتخابات وصناع القرار الفلسطيني في إعادة النظر في هذا الموضوع خلال الأيام القادمة قبل البدء في تقديم طلبات الترشح للجنة الانتخابات عشان إذا في حدا من الشباب حابب أن يكمل في الذهاب إلى قائمة مستقلة بعيدا عن تدخل عدد من الناس اللي ممكن كمان الشباب ما يشوفوش أنهم يجوا على مزاجهم ضمن رؤية الشباب الفلسطيني في بناء وطن حر ومجلس تشريعي ذا إرادة حرة قادر أنه يقيم ويحاسب ويسائل بتوقع أنه لازم يكون في تحرك سريع باتجاه هاي المواضيع ابقى معنا سيد أنس أنتقل السيد عيسى من الخليل سيد عيسى لو وجهنا سؤالا لأي قيادي فلسطيني لأي زعيم حزب أو تنظيم من الأحزاب السياسية والفصائل العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لو وجدتهم يقولوا الشباب الشباب بالشعارات وبالكلمات والخطابات يتحدثون عن الشباب لكن الواقع السياسي هل هو بمثابة هذه الخطابات أم أن الأمر مجرد دعاية انتخابية في هذه المرحلة مجرد تحشيد لصوت الشباب تحت القوائم المفترض أن تشكل خلال الشهر المقبل طبعا نحن كشباب نشعر بأنهم يستخدمونها كمادة انتخابية ومادة دعائية نحن عبارة عن شعار لهم في الخطابات أنا أتحدث عن الشباب بين كل الجنسين والمرأة أيضا تعاني من نفس المشكلة ليس هناك فقط تهميش للشباب والمرأة الفلسطينية وإنما هناك قمع هناك إفشال هناك تثبيت للعزائم عندما يطالب أي شاب في أي تنظيم سياسي بحقه أن يكون في مناصب قيادية يتم إقصاؤه بشكل كامل تهميشه التشهير به ويعني بضع كل مشاكل الشعب الفلسطيني في هذا الشاب الذي طالب أحد أمناء العمين للفصائل أو أحد المؤسسات الكبرى بحقه كشاب أو إمرأة فلسطينية أيضا بأن يكون في منصب القرار وأكبر دليل سن الترشيح سن الترشيح له مينموم له حد أدنى 28 عام ولكن لا يوجد له حد أعلى لماذا لا يكون هناك حد أعلى للترشيح؟ لماذا الفوق 70 عام؟ ما الاحترام؟ هم أباؤنا وأجدادنا؟ لماذا لا يكون عليهم قوانين؟ تمنح ترشح أو استمرار أمين حزب أو مسؤول في العمل السياسي بعض سن معين؟ ونحن نتحدث أننا نعاني من شيخوها سيد عيسى اعذرني في هذه النقطة لو سمحت لي في هذه النقطة عندما تسأل من القيادات الذين تجاوزت أعمارهم ربما الستين أو حتى السبعين بالنظر إلى الشباب يقولوا ما هي الخبرة التي يمتلكها الشباب الفلسطيني؟ ما هي التجارب التي خاضوها من أجل أن يقودوا نظام السياسي الفلسطيني؟ وهذا هو المبرر الذي سمعناه ربما خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار المتعلق بسن الترشح والقرارات الأخرى المتعلقة بالانتخابات كيف تردون؟ ماذا يمتلك الشباب الفلسطيني لفرض ربما وجوده في المشهد السياسي؟ أنا أعمل مع الشباب هناك قيادات شابة لديها درجات علمية متقدمة جدا من جامعات محترمة لا يوجد لأي قائد سياسي مثل هذه الشهادات لدينا مبادرات اقتصادية وسياسية واجتماعية رائعة جدا من قبل الكثير من الشباب والشباب في المجتمع الفلسطيني ولديهم خبرة كبيرة جدا في العمل السياسي وفي العمل المجتمعي وفي المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وفي التصدي للفساد حراك العمال ضد القانون الضمان الاجتماعي كان يقوده شباب حراك الغلاء كان يقوده شباب حراك الفساد يقوده شباب ومجتمعنا أنا أشاهدهم يعني يمثلوننا في المؤتمرات العالمية بأفضل صورة في أكبر جامعات ولكن للأسف الشديد هم يتحججون بحجج واية ويعني توقعي خلونا نشوف الدول العالم الأخرى يعني في الكثير من الدول الأوروبية نحن شباب التقينا بهم والشباب يعني التقينا بهم بالكثير من المؤتمرات أصبحوا وزراء وأصبحوا يعني رئيس وزراء وأصبح حضه في البرلمان الهولندي أو البرلمان البريطاني لماذا الشباب الذين نلتقي فيهم بالمؤتمرات الشبابية العالمية يصبحون عيادات في مجتمعاتهم وعادة نحن نكون أفضل منهم وأفضل وداء وريادة في العمل السياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي هناك مشكلة في الكثير من القيادات أنهم يريدون الحفاظ على كراسيهم ومناصبهم وأصبح الموضوع ذاتي شخصي وللأسف الشديد بأنانية مطلقة ابقى معنا أنتقل للسيدة قربوت مجددا نيروز استمعت لمقاله الشباب وأيضا للمقابلات التي وصلتنا من غزة هناك محاولات بالفعل جادة لاستنهاض الشباب بنجهة نظرك للمشاركة في هذه الانتخابات وما الذي يمتلكه ويريده الشباب من هذه الانتخابات هل الشباب يريد فرص عمل يريد مثلا توفير حياة كريمة يريد الزواج يريد تسهيل الأمور الحياتية أم أنه بالفعل الشباب يمتلك رؤية للقيادة الفلسطينية والحل لهذه الأزمات نعم حازم داني أكمل من حيث انتهى صديقي حول سلب الإنجازات الممكنة لهؤلاء الشباب من خلال تطويعهم لخطاب خاضع هذا الخطاب الخاضع يفرغ الشباب من المكون الحقيقي للمشاركة عبر أنه غير مجرب هل أعطيته الفرصة؟ لم تعطيه الفرصة فأنت كيف تستطيع الحكم عليه؟ لا تستطيع حول إذا ما كان هناك استنهاد للحركة الشبابية في قطاع الزوظة الغربية ولربما أيضا في الشتات طبعا وهذا قبل مفاق الانتخابات والحديث عن الانتخابات هناك حالة شرخ وانقسام يعاني منها المجتمع الفلسطيني والشباب يشعر أنه ضحية هذا الانقسام لا يريد أن يلعب إلى آخر عمره دور الضحية يريد أن يتقدم ليكون ذو دور طليعي هذا الدور الطليعي لن يتحقق غير أن يستنهد قواه الكامنة كيف تستنهد هذه القوى الكامنة؟ من خلال تنظيم قواه وطاقاته والشعب الفلسطيني أطمئنك مليء بالطاقات مليء بالداخل في الخارج على عكس ما يتحدث أن يتحدث هؤلاء في قادة الفصائل أو في النظام السياسي هذا النظام السياسي الفلسطيني كيف سيمتلك مصداقية أمام المجتمع الدولي إن لم يمتلك على الأرض معارضة صحية إن لم يمتلك صيغة ديمقراطية حقيقية ماذا سيفرض هذا البرلمان إن لم يكن هناك مشاركة شبابية حقيقية مشاركة لفكر جديد هناك مناداء من الشباب الفلسطيني بتجديد الأفكار الموجودة على الأرض هذه الأفكار تنادي بأن يكون هناك خطاب يخرج من الفئات المهمشة ومن احتياجات الناس لا تستطيع هنا أعيد وأكرر لا تستطيع أن تحرر الأرض إن لم تحرر الإنسان كيف سأصل إلى القدس وأنا إنساني في قطاع غزة على سبيل المثال يعاني من حالة إفقار ممنهجة كيف أصل إلى القدس وأنا لك حالة من إضعاف الحالة الزراعية في مناطق محددة في الضفة الغربية كل هذا كان هناك مناقشات حثيثة ما بين الشباب لطرح ما هو البرنامج الملائم للنهوض بالحالة الفلسطينية ليس فقط الشباب نحن هنا لا نتحدث فقط كشباب نحن نتحدث عن جيل كامل الشباب هو جزء منه نحن نريد أن نتقدم كمنظومة متكاملة ولا نشتزئ العمل السياسي فقط في الشباب ولكننا نريد مشاركة عادلة هذا ما نتحدث عنه إذن كان في سؤالك كيف سيكون هناك التغيير نعم هناك تركيز أنه الشباب بحاجة لحياة مدنية حقيقية لحالة أمان اجتماعي لشعور بمواطنة حقيقية على الأرض كيف سيكون ذلك سيكون من خلال مطالب جديدة نحن نريد برنامج سمود وتحدي على الأرض الفلسطينية لأننا وأنا كشابة الآن لا أريد أن يبقى هذا الخطاب القوي ولكن قلبي يعتصر غضبا وأنا أرى أن مليون شابا في الخارج ولا يستطيعون المشاركة هل هذا عدل؟ لا يسعر هذا فشل سياسي للقيادة السياسية الفلسطينية وضحت الفكرة الآن ننتقل لسيد عصام يونس لباقي الضيوف الآن دقيقة واحدة فقط لكل ضيف معنا الآن ختاما سيد عصام يونس هل يمكن تجاوز كل هذه العقبات بالنسبة للشباب وهل ستنجح الشابة الفلسطينية والشابة الفلسطينية في إحداث التغيير في هذه الانتخابات؟ لا خيار سوى النجاح في هذا الأمر أعتقد كلما مرست الضغوط يمكن الوصول إلى نتائج أن لا نخطط هو أن نخطط للفشل الموضوع مش فزعة الموضوع بحاجة إلى توظيف كل ما لدينا منطقات الشرعية واحدة لا تصنع عدالة وحقيقة ما تقدم من قضية قضية الشباب والمرأة هي قضية عادلة وبالتالي عليهم الآن أن يأخذوها باتجاه دوء طريق واحد لا رجعت فيه يعني اتجاه دوء طريق واحد لا رجعت فيه وبالتالي المطلوب الآن من عموم المكونات المجتمع الفلسطيني الانتصار لهذه القضية لأنه في الانتصار لقضية المرأة وقضية الشباب هو انتصار للمجتمع ذاته هناك حالة من عملية الإقصاء المنظم لمختلف مكونات المجتمع الفلسطيني الانتخابات بالضرورة يجب أن تساهم في جذب الأفراد إلى دائرة الفعل السياسي والاجتماعي نحن نجري انتخابات تحت احتلال الاحتلال على مرمى حجر يعني من غرف نومنا وبالتالي علينا أن ندرك ذلك وعلينا أن نمكن أهلنا ونعزز صمودهم ونقطة البداية في تعزيز صمودهم هي تعزيز صمود الشباب والمرأة ولا يمكن الوصول للحرية إلا بشعب من الأحرار هو الشعب من الأحرار هو الشعب الممكن هو الشعب الذي يستطيع أن يمارس حرية ولا أن يدار بالنيابة عنه هذا النادي المغلق واجب الآن تفكيكه النادي المغلق النادي السياسي الذي يدير يفاوض ويقاوم ويخطط باسم الشعب الفلسطيني أعتقد أن الشباب قدموا نماذج تستحق التقدير والاحترام تستحق التقديرون على أن يقودوا شعب واضح مما تحدثت أنه لا طريق سوى النجاح بالنسبة للمرأة والشباب الفلسطيني ما لديك سيدة وفاء عبد الرحمن فيما ذكر السيد عصام يونس طبعا أنا أتفق تماما مع السيد عصام وأقول من يريد أن ينصف النساء عليها أن يقر قانون حماية الأسرة أولا أن يتوقف عن تصدير القرارات التي تخرج في قطاع غزة من القضاء الشرعي والقضاء غير الشرعي من يريد أن ينصف النساء القضية كما قلت أولا هي ليست موضوع الانتخابات وحده يعني هذه محطة من المحطات هذه بحاجة لتحالف شبابي نسوي من أجل مواجهة كل حالة الإقصاء والتهميش المستمرة لسنوات وأكثر من عقد هناك ملاحظة صغيرة حازم اسمح لي بها حول سؤال حول سؤال الشباب والخبرة الحجة التي يضعها الكبار سنسميهم الكبار الحقيقة لا أريد أن أستعين بنماذج بالخارج بأوروبا وبغيره لنسأل كم كانت أعمار أعضاء اللجنة التنفيذية حين تأسست منظمة التحرير نتحدث عن ياسر عبدربو دخل منظمة التحرير وعمره 21 أو 23 سنة لا أذكر بالضبط أين كانت الخبرة لو كان هذا السؤال مطروح على الثورة الفلسطينية حين تشكلت منظمة التحرير وقيادتها ما هي خبراتكم السابقة وكم أعماركم وسن الترشح 28 وللرئاسة 40 فما فوق يمكن لم نصل إلى هذا المكان إذن شبابنا نستطيع الاستعانة بتاريخنا بتجاربنا السابقة لدينا إرث رائع تم هدمه خلال العقد الأخير أو أكثر من هذا الإنقسام السيء الصيت والسمعة ليس لدينا خيار إلا أن نكمل النضال معا شباب ونساء وقوة وطنية تريد أن تغير هذا الوضع البعث سيد أناس ماذا عن رؤيتكم لمشاركة الشباب في هذه الانتخابات والطريقة الأقرب للمشاركة والأفضل من وجهة نظرك يعني بصراحة أنا أعول وبشكل كبير على الشباب الفلسطيني الحر المستقل الذي سيتطلع وقت الانتخابات وخلال الاقتراع إلى من سيمثله من سيتطلع إلى متطلباته وإلى همومه التي لم تكن على الحسبان على مدار 15 وأكثر من 15 عام مضت أتطلع على وعي هذا الشباب الذي سيكون ويعلم جيدا من سيختار ويرى نماذج مهمة ونماذج ربما أثبتت الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية من شباب ومن عدد من المؤسسات التي بنيت في أيدي شابة كان لها أثر كبير على الشارع الفلسطيني أتمنى على المنتخب الفلسطيني وخاصة الشباب الذين أعول عليهم أن يكونوا ذو إرادة حرة خلال الاقتراع في وقت الانتخابات القادمة ابقى معنا أنتقل السيد عيسى عمر سيد عمر إذن شكل المشاركة وهناك تجهيزات من بعض الشباب الفلسطيني كما نعلم في الضفة الغربية قطاع غزة للمشاركة كمستقلين في قوائم مستقلة وبالتالي ترشح للانتخابات المقبلة هل تتوافر الفرص من أجل إنجاح هذه القوائم برأيكم؟ طبعا الحرية والحقوق لا توهب ولذلك أنا أطلب من الشباب أن ينتزعوا حريتهم وحقوقهم بمساعدة المرأة الفلسطينية بأن يكون هناك قوائم مستقلين واضحة تدعم من قبل هؤلاء وأن يكون صندوق الاحتراح والفيصل في التغيير السلمي للواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني لذلك يجب على جميع الشباب والمرأة الفلسطينية أن تحدث ثورة حقيقية في هذه الانتخابات التشريعية التي هي ممكن أن تكون الفرصة الوحيدة في هذا الوقت لعملية التغيير بدون فوضى وبطريقة سلمية دموقراطية ويجب علينا أن نراقب هذه العملية الانتخابية نراقب شفافيتها نراقب نزاهتها ونراقب أي اختراف من هنا وهناك وأن نتحلى بشجاعة وأن نكون مستعدين أن ندفع ثمن التغيير لا يوجد تغيير بدون دفع ثمن وأن أؤمن بالشباب وأؤمن بقدراتهم وأن أعرف أن الشباب والمرأة الفلسطينية تستطيع تغيير الواقع المرير الذي نعيشه الآن ابقى معنا ننتقل ختاما لنيروز نيروز رسالتك للصبايا الفلسطينيات في قطاع غزة الضفة والقدس رسالتي أنني أثق بهم أولا أثق النساء ضحينا الفلسطينيات ضحينا كثيرا وما زلنا يضحين من أجل إثبات الرواية التاريخية حول حق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين وسجل إرثا حضاريا يتحدث عنه كل العالم أريد أن أقول ومن ناحية دراماتيكية سريعة أن هناك فرصة ممكنة يجب على الشباب دراسة تدخل أو ميكانزم تدخل سريع في الواقع من خلال دفع بقوى شبابية في كل القوائم المستقلة أريد أن أقول شيء هنا نحن لا نريد فقط أن كما تحدثت الأستاذ وفاء عبد الرحمن لا نريد دور شكلي أو ظاهري نحن نريد بناء فكرة هذه الفكرة تكون لا أن أكون أنا عضو برلماند من فصول كبير هنا أو هناك لا نريد شباب عابر للفصائل عابر للأيدولوجيا قادر على بناء تحالفات قوية قادر على بناء ائتلاف ديمقراطي داخل البرلمان يخرج إلى العالم برؤية جديدة إذن بالرؤية الجديدة التي سنفتح بها ربما الحلقة المقبلة من سلسلة هذه الحلقات أشكري جزيلا الشكر أختم معك هذه الحلقة نيروز قرموطة الكاتبة والباحثة كنت معنا من غزة وأيضا شكر موصول لضيفنا عيسى عمر مؤسس تجمع شباب ضد السيطان والناشط الحقوقي كنت معنا من الخليل والسيد أنس الأسطى رئيس مجلس إدارة قامات كنت معنا من نابلس والسيدة وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات كنت معنا من رمالة طبعا وأيضا شكر موصول لسيد عصام يونس المفوض العام وهي المستقلة لحقوق الإنسان كنت معنا من غزة شكرا جزيلا لكم ضيوفنا إلى هنا انتهت حلقة اليوم من مدار الغد وتابعنا فيها الانتخابات الفلسطينية القيود على الترشح ما هي وكيف يرصدها القانونيون الشباب الفلسطيني آمال التغيير ورهانات وتحديات ومعيقات المشاركة في الانتخابات انتهت حلقة اليوم من مدار الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة